السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات مفهوم الحدود أولا لغويا يعرف الحد عند العرب بأنه الفصل بين عمرين لك لا يختلط أحدهما بالآخر أو لإلا يعتدي أحدهما الآخر ويطال أن فلانا حديد فلان بمعنى إذا تعنى داره وارضه جانب أرضه كما يطال حد المذنب أطام عليه الحد وأدبه بما يمنعه ويمنع وغيره من يتتاب الذنب ثانيا إصطلاحا الحدود السياسية لعبالدية مع علمه الجغرافية التي تعين إقليم هذه الدولة أو تيل وتحدد مساحة الأرضية ومساحة المائية وتمارس الدولة سيادتها عليه وعندها تبدأ السياسة الدول الأخرى والحدود تظاهر السياسية لا يمكن التكلم عنها على أساس أنها حقيقة جغرافية وضعتها الطبيعة للخرائط وعلى أنها حقيقة ورثة لإنسان الاجتماعي غير قابل للتعديل والتغيير بل إن خطوط الحدود من تفتير وصناعة الإنسان دفاع عن حاجته الأستراطية والتمايزية عن جيرانه وتخطى تفتير الإنسان ذلك بأن رسم الحدود ومعالمها ودونها في اتفاقيات ومعاهدات دولية سميت هذه بالحدود السياسية والحدود الدولية وإتفق معظم فرها السياسة والعلاقات الدولية على أهمية الحدود تأحدى الشروط الأساسية لقيام وسيادة الدول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد